موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف العاشر يسرنا اللقاء بكم في حصة جديدة من دروس التربية البدنية درسنا لهذا اليوم وقفة الاستعداد الاستقبال والتمرير من أعلى والآن مع أجزاء الدرس الإحماء والعداد البدني العام من وضع الوقوف التوقيت في المكان مع زيادة السرعة ورفع الركبتين عالياً الجري في خط مستقيم ولمس نقطة محددة والرجوع بأقصى سرعة إلى نقطة البداية يكرر التمرين الإعداد البدني الخاص تمرينات لتقوية عضلات الذراعين من وضع الوقوف فتحاً مد الذراعين أماماً عالياً جانباً ولأسفل يكرر التمرين في ثمان عدات من وضع الوقوف دوران الكتفين للخلف أربع عدات ثم للأمام في أربع عدات من وضع الوقوف فتحاً دوران الذراعين للخلف في ستة عدات ثم للأمام في ستة عدات ميل الجذع للأمام ولمس اليد اليسرى للقدم اليمنى ثم للوسط ثم جهة الشمال ثم لأعلى ويكرر التمرين في ثمان عدات من وضع الوقوف الجري الصعود على الصندوق أخذ خطوة بالقدم اليمنى مع رفع الرجل اليسرى زاوية قائمة مع تبادل حركة الذراعين في أربع عدات النزول ومسك كرة طبية رفع الكرة الطبية عالياً بالذراعين وللأمام ولليمين والشمال في ثمان عدات الجري المتعرج بين الأقماع ثم الجري بخط مستقيم للوصول إلى نقطة البداية طريقة الأداء لمهارة وقفة الاستعداد الوقوف فتحاً بالتساع الحوض توزيع ثقل الجسم عن القدمين بالتساوي لحفظ الاتزان الركبتان مثنيتان الذراعان منثنيتان ثنياً بسيطاً أمام الجسم والمرفقان يشيران للخارج الخطوات التعليمية لمهارة وقفة الاستعداد فتح القدمين بالتساع الحوض الوقوف بوضع الاستعداد والنزول بثني الركبتين قليلاً وثغل الجسم موزع للقدمين بالتساوي من الثبات والذراعان للأمام قريباً من الجسم من الوقوف داخل الملعب وملاحظة انثناء الركبتين مع وضع الذراعين للأمام والأسفل والنظر للأمام بمساعدة الزميلة ورميها الكرة على الركبتين لصدها التحرك في اتجاهات جانبية والجسم في حال التوازن مع ثني الركبتين وميل الجذع في أثناء وقفة الاستعداد طريقة الأداء لمهارة الاستقبال والتمرير من أعلى من وقفة الاستعداد ثني الركبتين والذراعان للأمام قريباً من الجسم واليدان أمام الرأس والأصابع مفتوحة لتضرب الكرة بأطراف الأصابع لتكمل عملية امتداد الكامل للذراعين لأداء الحركة أقوى من الرجلين أو مساوية لهما الخطوات التعليمية لمهارة الاستقبال والتمرير من أعلى تعلم وضع اليدين بالطريقة الصحيحة بدون كرة طريقة رفع اليدين للاستقبال والتمرير بدون كرة رمي ومسك الكرة على الحائط ومراعاة مسكها بالأصابع وهي مفتوحة تمرير واستقبال الكرة على الحائط تكرار التمرير والاستقبال على الحائط مع الزميلة تدريبات تطبيقية لمهارة وقفة الاستعداد الهدف منها إتقان وتثبيت المهارة أداء وقفة الاستعداد بدون كرة في جميع اتجاهات في الملعب بإشارة من المعلمة أداء وقفة الاستعداد في أثناء التحرك بين الحواجز أداء وقفة الاستعداد مع وجود كرة داخل الملعب وذلك بمرور الكرة على المتعلم والتحرك باتجاه الكرة لمسكها في وضع الاستعداد المطلوب والصحيح تدريبات تطبيقية لمهارة الاستقبال والتمرير من أعلى الهدف منها إتقان وتثبيت المهارة أداء التمرير من أعلى للأمام على مكان محدد من الثبات ثم من الحركة التمرير من أعلى مع الزميلة على الشبك على نقاط محددة على الأرض الجزء الختامي من وضع الوقوف فتحاً تشابك الأصابع أمام الجسم والذراعان مفرودتان ميل الجذع للأمام والثبات في ستة عدات دوران الجذع ناحية الشمال والثبات ستة عدات ثم للأمام في ستة عدات ثم جهة اليمين في ستة عدات من وضع الوقوف فتحاً تشابك الأصابع أمام الجسم والذراعان مفرودتان رفع الذراعان عالياً ثم الذراعان جانباً ثم إلى جانب الجسم تشابك الأصابع خلف الظهر والثبات في عدة ثوان شكراً جزيلاً على حسن الاستماع متمنين لكم وقتاً مفيداً نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم على الود والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً 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 شكرا